فضرات محسن جابر طبعا انا مبسوط جدا ان انا مع شركة مزيكا مع استاذ محسن جابر هرم من وعمود من عامدة الانتاج الفني في الشرق الاوسط طبعا بتشرف جدا ان انا موجود في الشركة وان الالبوم انتاج مزيكا لحاجة بالنسبة للكليب كنا حابين نعمل حاجة كويسة ينفع تناسب كل الامار يعني كل الناس ينفع التفارج عليها دي حاجة من الحاجاتنا دائما بيهتم بيها فالحمد لله ان احنا قدرنا نوصل اختيار اغانيك في الالبوم شوية كان مميز انا عرفت لان انا قبلت كزا ملحن وكزا شاعر تعمل معاك وشوية في اغاني غريبة واسمها كمان اغرب ريت تحكي لي عنه والله انا بحب مش من الناس اللي بتخترق اغنية تلاتة عشان تعمل هما يشيلوا الالبوم وفي الاخر بكمل بعمل كل اغنية لانها اغنية سنجل ده مهم بالنسبة لي جدا ان انت كل اغنية ينفع تتصور بس فده يمكن كانت مشكلة في ان احنا بنفكر نصور ايه يعني كناش عارفين نصور ايه من كتر الالين اللي ينفع تصور بحب انا بعتم بالكلام جدا بحب اعمل حاجات من حياتنا العادية احب اعمل افكار من حياتنا الكلام الشارع نفسه اختيار اغانيك استاذ بحث انجيبر شاركك فيها؟ طبعا هو راجل اللي رؤية فنية طبعا بخبرته انا بستفيد منها جدا والحمدالله نحنا قدرنا نطلع بشكل كويس الحمدالله عمل ردود افعل حلوة ليه فترة الغيب؟ خمس سنين او اكتر تقريبا؟ خمس سنين منهم سنتين احداث كتيرة في البلد فكان من ناس كتيرة مبتنزلش فنانين كتير مبتنزلش بعد الثورة في فترة باركية حصل عندي حالة وفاة بأخويا فنخليك عادنا سنة بعيد شوية عن المزكة يعني مش عارف خشي في البلد تاني لغاية باركية اشتغلت في الالبوم سنتين فوضل خلاهم خمس سنين الالبوم دا شغل فيه سنتين؟ كنت عايزة ارجع بحاجة قوية وحاجة الناس تحترمنا عليها قبرت اقوى موقع فن في مصر